خلينا نطلع نشوف كلمة للمهندس سامح علي وماذا قال بعد هذه الجولة ونرجع نكمل مع حضراتكم بقى ونتكلم في كرات القدم ومنتخبنا الوطن الكابتين محمود طبعا بقى لفترة ليه زيارات متعددة لأهل الشيخ زايد علشان المشاريع القائمة بيتابعها بنفسه وبيتابع كل خطة فيها بالتفصيل النهاردة يجي معنا يشاف أول حاجة حمام السباحة تابع أعمال الحفل لتامة حمام السباحة الحمدى وصمنا للمنصوب التأسيس بالكامل لو تشرفون يوم السبت ان شاء الله هيبى عندنا أول يوم نصوب فيه أعمال خلاصة ان شاء الله لحمام السباحة حمام السباحة مساحته ببيرة فيه حمام السباحة للمسابقات وفيه منطقة أكوى كمان وديه إضافة جديدة لفرع الشيخ زايد حنا عملناها في فرع التجمع الخامس ولها تستحسين كتير أو من أعضاء النادي الآلي فكان نازل مضيف هذه الميزة لأعضاء آلي الشيخ زايد الجزء التاني ما تشوفه عضو المهمة ان شاء الله يفتحه كلنا نصيب جميع اللي نصلي فيه في رمضان بإذن الله هو المسجد والمنطقة المحيطة للمسجد وربط المسجد بالمنطقة المحيطة بيه كان تمحوط دخل وشاف كل التفاصيل شاف تفاصيل الخشب وشاف تفاصيل النجف الركب كل اللي خطوه كان يتباح بنفسه علشان يتطمن احنا خلاص بنشطى بيعتبر في مراحل النهائية لتشطيب المسجد ان شاء الله والصحة الملحقة بيه عملنا التنة خارجية برا خارج المسجد للرجال والسيدات دي برضو اضافة للمسجد واضافة للمسليين المشروع التالت هو مشروع الجيم خلاص برضو الأجهزة بدأت تتورد مستوردة جاية من خارج بدأت تتورد وان شاء الله برضو خلال لفترة جاية حيبقوا مشروعين نفتحهم مشروع المسجد ومشروع الجيم حمامي السلاح حيسا بدين فيه تسعة اتناشر كانت تصليم موقع المعدلات سابقنا دلوقتي اتمنى نفضل مكملين بالمعدل ده حنفتح قبل المعدل ان شاء الله بإذن الله احنا حاليا دلوقتي عندنا ففرع مدينة نصر في مدرج كرة القدم المكاتب منحقة به ومغرف خلع ملابس منحقة به ونارة الملعب يعني احنا هيبقى عندنا ملعب يعني هايل ومجميل جدا فعلي مدينة نصر كانت تمنحهم برضو دينات العليمات ان انا ابدأ اشتغل في جاهز الرسومات مجمع حمام السباح تجامع الخامس ده مجمع كبير اكبر من مجمع الشيخ زايد شوية اضافة الفرع تجامع الخامس محتاج حمام السباحة هو يعتبر الفرع الوحيد فالكاد من الدنيا تعليمات ان انا ابدأ اجهز الرسومات وابدأ استغلال التلخيص خلاص ادام بدأ انا كده يبقى موضوع حيبدأ ورا بعضه يبدأ يشتغل بإذن الله ان شاء الله طبعا في الجزء اللي اخطبحنا نصف ده احنا الفترة البوابة وملاعب الكورة دي جد اضافة المرض الفرع للشيخ زايد حاجة محترمة جدا نتمنى ان شاء الله بدوام المشاريع الانشائية زي ما حضراتكم شايفين من هنا الهنا الهنا ومن مقرده للمقرده وان شاء الله برضو اخبار سعيدة قريبا ان شاء الله في كل المجالات سواء رياضية او انشائية